قد يتأخر الارتباط والزواج لداء البعض إلى سن الأربعين طبعا ما هي الإيجابيات والسلبيات لبدء الحياة الزوجية والعائلية في هذا العمر وخاصة كيف يمكن أن يعود الطرفين الوقت الضائع واستثمار النضوج والتعاطف في هذه العليقة ستجيبنا مباشرة من المنطقة الشرقية بالسعودية دكتورة منيل خضر المستشارة الأسرية والتربوية دكتورة منيل صباح الخير صباح النور عليكم أيامكم كلها مباركة وجميلة بإذن الله وصباح استعادة على كل زوجين هيقبلوا على الزواج في سن الأربعين شكرا لنقلك حبيبيتي وعال إيجابية يعيشك يا دكتورة طيب موضوع مهم اليوم نتحدث على الزواج ما بعد سن الأربعين واللي أصبحت النسبة أن تكون مرتفعة الآن نظرا إلى عدة ظروف في المجتمع وانت أكيد تعرف دكتورة عدد كبير من الناس أصبح يلت جائل الزواج بعد سن الأربعين ما هو اختلاف مقاومات وتأثيرات الزواج بعد سن الأربعين بين الرجل والمرأة وكيف تختلف عن الزواج في السن ما قبل الأربعين فرق كبير جدا جدا بين الزواج قبل الأربعين وبعد الأربعين ما فينا نقول ضمن الثلاثين كمان ممكن ناخدها مع الأربعين لا 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 ثلاثين بالضبط عم نحكي عن شخص موجود معنا أنا وانت بيتحدث معنا هي الدكتورة راي تحب توجه لي الكلم لينا أنا مش تابعني الكلم تفضل الثلاثين من العشرين والثلاثين لهم مقاومات ولهم متطلبات أخرى غير سن الأربعين نعم في سن الأربعين كل اتنين بيدخلوا في علاقة زوجية بتبقى علاقة من أسعد ما يكون لأن علاقة جدا 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 علاقة اللي بيدخلها عايزي بسعيد عايزي يبسط الطرف الآخر مش داخل بقى أثبت ذاتي ويثبت ذاتي ونشوف مين اللي هيسيطر ومين اللي هيعمل لا اتنين محتاجين لاستقرار محتاجين للحب محتاجين للأمان محتاجين أن هما الاتنين يغضوا بإيد بعض حصل لهم تجارب كتير فشلة ونكحة عندهم خبرات كتيرة سابقة مش حابين يكرروا أي تجربة قبلوها في حياتهم تكون فشلة تكون مش لطيفة في حياتهم فالاتنين داخلين بمنتهى النطج بمنتهى الاستقرار عندهم قرار واضح أنهم يكونوا سعداء مختارين بعض مش علشان كل واحد فيهم شايف ده غاني وده هيديني وده هيعملني لا هو متجوزوا علشان هو محتاج له هو الشخص المناسب اللي يناسب حياته ومراحل حياته القادمة بيتجوزوا عشان يكملوا ما عندهمش استعداد بعد سنة ولا بعد اتنين كل واحد يسيب التاني هنلاقي معظم الزواجات لو احنا عملنا زي إحصائية كده هنلاقي الزواج بعد الأربعين 80% منه زواج ناجح بيكتمل ناضج بيحقق للطرف الآخر احتياجاته كاملة كاملة غير الزواج في صن صغير لو شفنا أمثلة ونماذج نشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة السيدة خديجة كان عمرها 45 سنة شوفي انتي الاستقرار والسعادة اللي كان فيها سيدنا محمد لأنه تزوج من امرأة ناضجة مكتملة النضب عرفة هي محتاجة ايه وعرفة تعطي الطرف عرفة هي محتاجة وتدي للطرف الثاني ايه لو تشوفي ممثلات عالميات وشخصيات عالمية كتير جدا هتلاقيهم انهم حريصين على انهم بعد الاربعين يتزوجوا وينجيبوا ويحصل لهم حياة استقرار نعم فانا بقول لكل زوجة وكل شاب وفتاة اتأخرتوا انتوا فزتوا كتير قوي نعم دعوة تفتكروا ان الأطرفاتنا لا ده احنا في قمة الجمال والنضج والسعادة اللي ممكن شباب بتجاوزوا صغيرين لأنهم مش مكتملين ايوة هم هيعبوا سعادة طب دكتور منال دكتور منال يعني هالموضوع جميل جدا وانا بدي حييكي على هالإيجابية الجميلة والابتسامة الراوعة فعلا يعني ولكن بهالموضوع ايضا هيكي خلينا نكون مسكين العصا من المنتصف لهالموضوع فيه ايجابيات وفيه الوسلبيات ايضا الرجل اللي بيتزوج بعمر الاربعين او المرأة التي تتزوج بعمر الاربعين هي ايضا بيكون فيه امور بحياتهم يعني مختلفة عن المراحل السابقة فيك تقوليلي عن السلبيات لهذا الموضوع لأنه يعني نحنا لما بنذكر ايضا انت تحدثت عن امثلة تحدثت عن الرسول الكريم تحدثت عن كل ذلك يعني بيحتاج هيكي بعض يعني الشروط ربما لكي يعني يستمر ما تحدثت عنه بطريقة ايجابية او يبدأ اصلا بطريقة ايجابية خلينا اقول لحضرتك ان الرقم العمر الرقم الاربعين انت ملوش علاقة ابدا بنجاح وفشل وسعادة الحياة الزوج ابدا الرقم ده ملوش مكان في تقييم الحياة ولا تقييم العلاقة بالعكس هو ممكن يكون اضاف لكن احنا لو هنتكلم عن بعض بعض قليل جدا من السلبيات للزواج في هذا العمر يعني المرأة لما بتكون مثلا عدة سن الاربعين بيكون القانين نوضوع الانجاب والاولاد والكلام ده عدد الاولاد اللي ممكن ييجي حاجات من هذا القبيل لكن انا يعني نتيجة النطج النطج كل واحد فيهم بقى مش بيدي التاني اللي هو الحب اللي هو وقت البتاع العشرين يلا والملاهي ونروح ونيجي ونطلع ونيجي لا ده حب عائل حب مقناضج حب مكتمل العيوب البسيطة اللي هي بعض الامراض الخفيفة اللي ممكن تصيب شباب صغيرين برضو فرصة الانجاب ممكن تكون اقل شوية واحنا هنشوف الشباب دلوقتي كل زوج وزوجة صغيرين متجوزين بيقول لك الحياة الاقتصادية وانا مش هنجب غير طفلين او طفل واحد فهو حتى لو فرصة الانجاب قلت لطفل او طفلين بس ماهو ده قرار الناس كلها وغدا يعني للشباب الصغيرين فانا الحقيقة الحقيقة يعني نشوف السلبيات في الحياة الزوجية بعد الاربعين صغيرة مقابل سلبيات كتيرة جدا بيقابلها الشباب نعم ومواجهات عنيفة في حياتهم لما بيتجوزوا صغيرين غير نبدي طيب دكتورة انا شخصيا مش نقص اقناع وانت اقنعتني بالزواج بعض الاربعين انا فكرة عندي كم نقطة هلأ انا نشوف يعني انا مش نقص اقناع وانت اقنعتني دكتورة طيب اول شيء اول شيء انا بنرحب بيها الطفل صغير احب يسلم عليها تحياتنا لي عافينا عليه عافينا عليه يلا هارون تسلم على عمو قل مزيك يا عمو تسلم على طال اهرب خنكمل الموضوعات او بعض الحلقة نرجع نسلم عليك انا بعد تسألك بس اواج حابق يصبح عليك ايه عايشك يا دكتورة ونحن نصبح عليك كيف طيب بالنسبة للموضوعات اللي نرجع كما قالت ايضا زميلتي هبة لانه يمكن احيانا بحسب الافكار الشخصية انه الانسان يكون عنده خيار انه يتجوز بعد الاربعين او انه يطول شوية في الفترة الان يصل الى النضج العاطفي وكذا وكذا ولكن اذكرت حضرتك دكتورة قلت وانه ايضا هناك سلبيت قليلة خناخروا الموضوع من منطق صحفي نحن هوني ايضا مثلو ارى كل المجتمع المجتمع حاليا بعدنا مزلنا خاصة في مجتمعاتنا العربية غير مقتنعين بفكرة الزواج ما بعد الاربعين ليس فقط للفتيات وانما ايضا ليس فقط يعني للنساء وانا ايضا للرجال حتى الراجل بالنسبة للمجتمع بالنسبة الى افراد عيلته بعد سن الاربعين كبر على الزواج وهذه ايضا من اكتر المساببات اللي تخلي الناس تجري وراءه انه تتزوج باسرع وقت نظرا الى اكلام الناس او كلام المجتمع احنا خلينا نتفق ان احنا شعوب عربية عندنا عادات وتقاليد ومفاهيم موجودة من مئات السنين موجودة عندنا منها ان البنت والولد لما يكبروا خلاص كبروا مش هيتجاوزوا طبعا الظروف الاقتصادية وظروف الاجتماعية التعليم الثقافة خروج الشباب للتعلم في بلد اخرى بلد اجنبية بلد عربية الحالة الاقتصادية اللي فيها الشعوب ابتدى الشعب الشعوب العربية تستوعب انه ما تأخروش ولا حاجة وابتدت ان الشعوب العربية تتعلم هذه الثقافة طبعا انا شخصية مع الزواج المبكر لان احنا في مجتمع دلوقتي مجتمعات العالم المفتوح يعني فيه تحصين للشباب ان هو يبتدي حياته يبقى مستقر ما يبقاش الزوجة بتساعد على التفوق على التمايز على الاستقراء انا من الناس اللي بتشجع على الزواج المبكر طيب يعني خلص تخصصه الجامعي وبدأ بالعمل اعتقد انه وقت مناسب يعني ربما نتحدث عن هذا الموضوع في وقت اخر ولكن اذا انا حصل لي ظروف اتأخرت بسبب ان انا بكمل دراسات معينة او انا بكمل عندي مشروع و بكمله او انا سفرت اخذ شهادات مختلفة من بره ورجعت او ايا كان الظروف ده مش معناه ان خلاص الدنيا خلصت بالعكس جمال الرجل صحته اناقته قمة شبابه بتبدأ من سن الاربعين المرأة في سن الاربعين هي جميلة الجميلات هي ملكة الجمال قبل سن الاربعين ما بتكونش بحالة الجمال المكتملة اللي تحس ان هي اميرة ماشي على الارض فعلا يعني فانا بقول لكل شاب وفتاة اتأخرتوا في الزواج انتوا اتأخرتوا عشان تاخدوا اللي هو نحصد العسل الكامل في حياتنا الزوجية نعم ولا انتوا هتعيشوا حياتها عيسى ولا انتوا بالعكس انتوا مش هيبقى عندكم مشاكل هيبقى عندكم تكامل كل واحد فيكو عنده تجربة عايز يضيف للتاني لها مش هيبقى فيه فرصة منفسة في البيت انتوا اتنين انا بيجيلي ازواج وزوجات المتزوجين بعد سن الاربعين بعض تأملهم هم بيعودوا ينظروا لبعض ويتغزلوا وبيعشقوا بعض بشكل بشكل اسطوري انا بشوف الحب مواده ورحمة اسطورية لانه هم جربوا الوحدة وحشوا فترات طويلة في حجل الاستقرار طبعا النضوج ونضوج التجربة والخبرات الكبيرة اللي هم تكون عندهم سؤالي سؤالي لألك من خلال اجابتك عم تفترضي بانه الطرفين هني بعمر الاربعين لنفترض مثلا انه الرجل عندما يصل الى هذا العمر عمر الاربعين ويريد ان يرتبط بفتاة اساسا خاصة في دولنا العربية انا اتحدث دائما يعني ينظر الى فتاة اصغر منه وتكون بنت بعدها شابة وصغيرة بالعمر وانا عم بحكي على الاغلبية فعلا الامين تلاقيها انه بيوصل لعمر الاربعين بيصير بيفتش على بنت بالعشرينات بيكون في فرق كبير بالعمر فيما بينهم بهذا الموضوع بالتحديد الرجل يصل الى النضج كل شي يحب انه يعمله عمله بالفترة ما قبل الاربعين مش كتير لا يمكن بيكون مش حابب لانه يروح على مشاوير كتير او خلاص وصل لمرحلة من الهدوء والفتاة بالمقابل هي بحالة يعني تريد ان تذهب وتخرج وترى كل شي يعني بهالموضوع بالتحديد هل يكون هناك يعني الشخص بعمره الاربعين هل يستطيع ان يقلل هالمسافات الكتير كبيرة بينه وبين شريكة حياته شوفي حضرتك السن مالوش علاقة بطبيعة الرجل انه هو من طبيعته مثلا او طبيعة المرأة انها هادية ما بيحبش الخروج بيتوتي بيحب يخرج انت ممكن تبصي تلاقي شاب عنده 20 و 30 سنة ما بتحركش من بيته يا ضوبك يروح العمل بيذهب للعمل ويجي افضل قاعد في البيت ما عندهش حس الشباب وبتلاقي رجال او نساء مع الدين الاربعين والخمسين وحبوا يجروا ويروحوا الملاهي ويتفسحوا ويخرجوا ويعملوا خروجات ويسفروا ويروحوا وييجوا ده مش معيار اساسي في طبيعة الاشخاص هي الفكرة كلها كل واحد فينا لما يلاقي الشخص المناسب لي يعني انا لما بيجي الزوج او الزوجة لما بيجي اختار شركة العمر بيختار مواصفات هو محتاجها ملوش علاقة بالعمر العمر صحيح لدول يعني انا هقوللي حضرتك على الحاجة انا عندي زوجة يعني تزوجت بعد الاربعين وانجبت لزوجها ستة اطفال فبقول لها ازاي ستة اطفال بعد الاربعين آقيتلي انا عدت انجب ست سنين واربعا ست سنوات واربعا بتنجب اطفال وسعيدة وبتربيهم كويس ومستمتعين بيهم لا ليه علاقة بالعدد الاطفال ولا ليه علاقة بالسعادة هي ليه علاقة بمكون الشخصي لكل لكل الزوجين اللي ارتبطوا ببعض وكل زوج وزوجة هو ليه دور في إسعاد الطرف الأخرى كبيرة في السن وصغيرة في السن لازم يبزي الجهد علشان الطرف الثاني يقرب منه ويحبه وتعرف عليه مع الأسف لأنه أنت ها وقتنا نريد أن نشكرك على كل الإيشابات اللي قدمتها لنا حتى نوصل لسن الأربعين اتجوز وحتبقى مبسوط وسعيد بالتأكيد وأمتعتين دكتورة مانيل خضر المستشارة الأسرية والتربوية كنت معنا وبشارة من المنطقة الشرقية بالسعودية شكرا جزيلا لك وعلى عمل لقائته أخرى إن شاء الله في صباح النور